اشتركوا في القناة في المشهدين الداخلي والخارجي بدت وكأنها تعيد ترتيب اوراق المشهد مجددا ولعل ابرز التداعيات الداخلية هي حادثة مقتل واصابة احد عشر من الرعاة من غبيلة الحوازمة بولاية جنوب كردفان واسرقة مواشيهم وابقارهم التي وجهت فيها الحكومة اصابع الاتهام للحركة الشعبية التي نفت بدورها تلك الاتهامات حيث ترتب على تلك الواقعة حدوث ادانات لذلك الحادث حتى من حلفاء الحركة الشعبية داخل نداء السودان وعلى رأسهم حزب الامة القومي الذي يقوده الامام الصادق المهدي اما على المستوى الخارجي فحدث انفراج كبير في علاقات السودان الخارجية خاصة مع دول الخليج وحتى الولايات المتحدة الامريكية وتم اصدار قرار برفع مؤقت للعقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان لمدة ستة اشهر اوائل العام الجاري بالاضافة الى التحول الامريكي تجاه الاوضاع في السودان والملموس منذ اواخر عهد الرئيس السابق باراك اوباما لممارسة ضغوط على المجموعات المسلحة للانخراط في الحل السياسي وايقاف الحرب والتي كان اخرها المقال الذي خطه القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم استيفان كوتسيس الذي طالب فيه الحركة الشعبية بتعديل موقفها بالسماح بادخال المساعدات الانسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتها بواسطة الملايات المتحدة الامريكية وهم ما قبلت به الحكومة ولا تزال الحركة الشعبية ترفضه لعل جميع تلك المعطيات سرعت من الوقاع المرتبطة بتطورات المتسارعة فيما يتصل بملف تسليم الاسرع فهل ترتبط هذه التطورات بالحسابات الداخلية للطرفين الاساسيين في هذه العملية بسعي الحركة الشعبية لتحسين صورتها امام الرأي العام بعد احداث الحجيرات ولبعض الاطراف الحكومية التي تسعى لقطع الطريق امام مجموعة السائحين ونسب الفضل لمجموعة السائحين الوطنيين ام ان الامر يتجاوز هذا المعطى لما هو ابعد من ذلك فيما يعتبر خطوة للامام بين الطرفين بغرض اظهار حسن النواية لكسر الجمود واحداث تقدم في الملفات التي ظلت عالقة بما يفتح الطريق امام تجاوز العقبات التي اعترت خارطة الطريق والتفاوض حولها والتوصل لإيقاف للعدائيات والانخراط في عملية سياسية تبهد الطريق لتسوية بين الاطراف المتنازعة اشتركوا في القناة